طيب اه شباب احنا كده الحمد لله تم اكتمال كاملا اخدنا الهارت اخدنا البلوت فيزل اخدنا مين البلوت احنا النهاردة ان شاء الله جماعة عندنا حصة تعتبر جزء من الاميونيتي سيستم لجسمك حصة كجزء من المناعة ازاي ان انت عند حركة جماعة النهاردة البلوت او البلاد دي مع بالعرب يعني جلطة دموية اللي هو بالبلد يا شباب اي حد كده حد عنده تعويرة في ايه هيعرف يعني ايه تعويرة صغيرة كده هتبين لحضرتك ان البلاد ده عبارة عن اي خربوش بيتكون في جسمك بيعمل انت بتحاول تعمله يعني شاش طبيعي شاش من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني لو بصيت للا ثلاث صور اللي قدام حضرتك دولت انت عندك ثلاث خطوات يا شباب ايه اللي بيحصل ان لو جسمك اتعرض للخطوة الاولى ده عبارة عن مرور الدم في الحالة الطبيعية خالص ان الدم ماشي جوادي جسمك يا جماعة من غير اي تأثير من غير اي مؤثرات نومبر تو اتعرضت لحاجة من اتنين يا اما فريكشن باي رف او شاربسين يعني حضرتك اتعرضت لجزء حاد او جزء خشن بالبلد كده وانت قاعد مصمار طلع من الدسك راح مخربشك حضرتك وانت قايم وقعت فحصل فريكشن جامد فالفريكشن ده بيخلي وجود احتكاك اكيد انت بتحس بيه وانت بتلعب كورة وحصل لنا كتير سواء في كوعنا في ايديك هنا هوت او في الرجبة لو لما حد يكعبلك نومبر تو هو الدم هيشم الهوى فين تعالك انا نقوله لو شخص اللي قدر الله حصله زيادة في ضغط الدم ايه اللي يحصل حد يعرف الدم هيبدأ يخرج منين من المراخير من الودان من العينين لو الضغط عالي جدا ان اي فتحة من الفتحات اللي موجودة في اعلى الرأس يطلع منها الدم انت بتبني قاعدة قدام عشان تبقى دكتور وتشوف الحالات اللي قدامك طب الدم لو خرج من المراخير حضرتك الدم يا جماعة يبدأ الهوى يدخل جوه المراخير ويبدأ يختلط بالدم او مكان خروج الدم طب ليه عشان يعمل لك الصورة التالتة ايه الصورة التالتة يا شباب ان جسمك يحصل فيه لنوع معين من السلز في جسمك عشان يبدأ يكون اللي هي حالة تجلط الدم يبقى تاني تاني ان النهاردة ان شاء الله عندنا حاجة اسمها اللي هي عبارة عن الجلطة الدموية اللي انت بتحتاجها زي ما شرحناها المرة اللي فاتت اينترنل ولا اكسترنل اكسترنل هل انت عايزها انترنل بعد الشر طبعا لا انت بتسعى ان هي تكون اكسترنل فقط طب انترنل هناخد الحاجات اللي بتحمي جسمك من جوه النهاردة طيب الخطوات ان انت نمبر ون وقت سريانة الدم عادي خالص نمبر تو لو حصل لقدر الله ان انت تعرضت الرف سبستانس او شارب سبستانس او البلود لمس الير في اماكن خروج الدم لما الشخص يبقى عنده مثلا النقطة الاخيرة الرسمة الاخيرة اللي هو توقف بقى ان انا بعمل لان انت فكرة ان هي جماعة بالبلد كده لازم تعمل عشان تقللك من تخيل بعض الشر حصل الدم بدأ يخرج المناظر اللي بتشوفها جماعة برة دلوقت في حرب ايه اسرائيل الله يحرقها بجاز على غزة شخص يبقى طالع من تحت الانقاط كمية الدم طالع من جسمه كتير هل بيبقى ماشي طبيعي زي الشخص اللي جنبه طبعا لا بيبقى في حالة هزيان اللي هو في حالة ضعف عام اللي هو مش قادر بالبلد احنا بنقوله عليه ايه مش قادر يصلب ايه طوله ليه الدم بدأ يخرج فالاكل والاكسجين والحاجات اللي في جسمك قلت للتلتين للنص شوف بقى كمية الدم اللي خرجت فتلاقي الشخص مش قادر يصلب طوله الشخص طلع من العمليات لو حصل حبة نزيف بعد الشر مش قادر يقف دناية ما يقدرش يتحرك اللي نازف منه دم كتير مش قادر يتحرك طيب ضيوف الشرف اللي معانا تعالى نرحب كده جماعة بضيوف الشرف اللي معانا معانا ثلاث ضيوف وكل واحدة لها اول ضيف معانا عبارة عن اللي هي الصفائح الدموية اللي احنا قلنا جماعة حجمها من الريد بلد سل ما عندهاش نيكلس ربنا سبحانه وتعالى بيطلعها من البون مارو ومسخرها لفكرة البلد كلوتين انها تقفل لك البلد بليدينج اللي هي بالبلد اكتم اكتم خروج الدم عشان كده انت بتسعى تروح قافل مجرى خروج الدم وعلى فكرة وده غلط وهنتكلم فيه في اخر الحصة الفيبرونجين الفيبرونجين ده عبارة عن بس اين اكتف بروتين مين شطور يفكرني بحاجات اين اكتف اخدناها قبل كده بيبسونجين تمام وتريبسونجين هل هي فكرة جين دي يعني اكتف لا ده اين اكتف ما يشتغلش يبقى الفيبرونجين الحالته موجودة دلوقتي في الدم عشان دي اسئلة هتلاقي في الجديد اللي هو حضرتك مش محتاج لسه مشتغلش طيب الاخير سي ايه بوس تفتوله هو ده من ضمن مكونات الايه البلد في البلد بلازمة قال له كل حاجات دي انت محتاجها وعايزك تصفي زهنك خالص لان انت عندك تلات خطوات ايه تلات خطوات يا مستر بالله عليك ركز على البورد اول خطوة لما حضرتك تقول ايه اهمية البلد كلوتينج قلنا جماعة اول خطوة للخطوة العامة ان انا بعمل بريفينت البلد بليدينج حد يعرف يعني بلد بليدينج اللي هو نزيف الدم لان لو حصل نزيف الدم حد فاكر ايه اللي هيحصل جريت لوز ان كونتينيوس اوف بلود كمية الدم جماعة تقل جدا فتعمل ها ويكنس ممكن بعد الشر تؤدي الى الموت مع السلامة الشخص لو نزف كمية الدم كتير ممكن ده يؤدي الموته طب صح صح كده اول خطوة عندنا يا جماعة عشان تبقى عارف الميكانيزم بتاعة البلد كلوتينج وقت الجرح نفسه وقت الووند اللي هو ديورينج الووند حد فاكر يا جماعة الجرح بيحصل من ايه راف سيرفوس او فريكشن مع شارب سينج او ان انت اتعرضت دايريكت للمين للاير ان شخص حصل عنده كمية بلد بليدينج كتير لانه هو ركز كده جماعة قالك لما تتجمع البلد بلاتراتس مع الدسترويد سل اللي هي الخلايا اللي اتضمرت فين دي يا مستر؟ الجرح الخاتش المكان اللي فيه الخاتش الجسم برضو بيستخدم الخلايا المختوشة اللي هي المتكسرة يستخدمها برضو كدماضة يعني ايه؟ عايز يقفل بها المكان قالك في وجود البلات كلوتينج فاكتورز تبدأ تتكون مادة اسمها السرومبو بلاستين صح صح؟ عشان احنا عندنا جماعة خطوات بتسلم خطوات مستر مش فهم يعني ايه؟ يعني حضرتك ادي الخطوة الاوانية نهاية كوننا مادة اسمها ايه؟ سرومبو بلاستين صح صح كده معانا فقالك يا جماعة مادة السرومبو بلاستين دي هتروح على الخطوة التانية بس مش لوحدها بص كده مكتوبة فين؟ السرومبو بلاستين معه الكالسيوم والكلوتينج فاكتورز اللي يحصل تتحول مادة اسمها البرو سرومبي ودي مادة يا جماعة بيفرزها الليفر بتاع جسمك في وجود فيتامين كي مين شاطر يفكرني فيتامين كي اخدناه فين قبل كده؟ في السولوبل فيتامينز بتاعت لبت سولوبل لبتز فيقى فيتامين صح؟ اللي موجودة فين؟ في الليمف يبقى لو حصل بص بص جالهم سؤال كده لو حصل ديستيربنز ان ده لمفات كروت ايه اللي حيحصل؟ مش هيتنقل فيتامين كي فبيتامين كي ده اللي بينشط مادة اسمها البرو سرومبي يحولها لمادة سرومبي مستر انا مش فاهم يعني ايه؟ لو رجعت كده مع حضرتك تاني اهو الخطوة الاوانية بيطلع منها مادة السرومبو بلاستين مادة السرومبو بلاستين بص السهل هتخش هنا مع الكالسيا تعمل ايه مستر تحول البرو سرومبن لسرومب طيب الاولان ايه ده حقول عليه اكتف ولا اين اكتف؟ اين اكتف؟ هتحول لي اكتف على كده الخطوة التالتة وهنرجع تاني للرسمة دي الخطوة التالتة با جماعة السرومبو بص نزلت فين؟ بقت فين؟ بقت على السهل هتحول لي بروتين اخد نائن اكتف في اول الحصة اسمه فبرونجين تحوله لمادة ايه؟ الشاطر او يا جماعة اللي بيروح يصلح عربية ولا حاجة عند السامكري المادة دي فيه مادة منها يا جماعة مادة بتستخدم في التصليح اسمها فبر او فبرين ايه دي يا جماعة؟ مادة بيتقفل بيها الفتحات اللي موجودة في الاكسلامات ايه ده يا مستر؟ يعني فيه قصادها مادة عاييه؟ طبيعية او مادة صناعية بنقفل بيها فتحات اه فمادة الفبرين دي يا جماعة ده عبارة عن انسوليو بالبروتين يعني بروتين ما يدوبش في الدم يفضل زي ما هو بكامل الشيب بتاعه فيبدأ يكون لك خطوط كده هوت من عند ربنا اسمه لون همبيتي حضرتك لو بصت عليها في اي تعويرة انا شايف فبعوله في مراخيره تعويرة صغيرة ممكن كلنا نبص على بقوله على مخيوه بعد الحصة ما بقصرش والله هتلاقي يا جماعة عبارة عن خطوط لون همبيتي الخطوط دي اكيد انت شفتها قبل كده اللي بتقفلك اي تعويرة اي جرح طيب الخطوط النيبيتي دي يا مستر بتفضل طول العمر لا دي بتفضل لحد ما حضرتك يحصل تحت سلد فيجن طيب السلد فيجن يا مستر ده يعمل ايه يبدأ يقفل الخلابة اللي كانت ايه بايزة في الاول خالص يبقى يتكون ما يسمى بانترليسنج سبستانس انترليسنج فايبر الانترليسنج ده جماعة بص كده اهو مادة عاملة زي الشاش حد يعرف ايه الشاش ده اللي هو بيبقى لونه ابيض كده بيقفلوا بيه الشخص اللي ايه المجروح صح ولا اهو ده بقى شاش طبيعي من عند ربنا هو اللي حيعمل حضرتك كلمتين في الاخر كلمة ايه بليدينج ستاب يعني ايه بليدينج ستاب ان الايه النزيف يقف لو رجعنا للخطوة التالتة ها هنكمل باللون الازرق اهو اجيب سهم الاول بالاخضر منين ان السرومبيل هو اللي حيحاول ايه الايه الفيبرونجن الفيبرون مين شطور يقول لي لو حصل ان الليمفاتي كرود ما اشتغلش يبقى انا مش هيبقى فيه الخطوة دي البروز رومبن ده هوت مش هتحصل البروز رومبن مش هيتحول لسرومبن يبقى الناس يا جماعة عشان تبقى مصحصحة معاين الناس عشان تبقى مصحصحة معانا احنا عندنا خطوات ايه الخطوات بتاعتنا جماعة الخطوات بتاعتنا ايه هي ان انا ابدأ بمين? الدسترويد سيل والكلوتينج فاكتورز. تبدأ تدينا مادة اسمها السرومبوبلاستين. السرومبوبلاستين ده يا مصر يعمل ايه? يحول مادة البروسرومبين في وجود الفيتامين كي ليه سرومبين. السرومبين ده شباب يأكتب الفيبرونجن يحولها ليه فبرين. عندك خطوة تانية التالتة. مين شاطر يرتبهم لي? هيبقوا وان تو سري. ينفع تبقى تو وان سري. ينفع تبقى سري وان تو. ينفع تبقى اه تو سري وان ما ينفعش. يبقى لازم مين? بعد كده مين? بعد كده مين? لازم الخطوة الاولى تحصل. ده بعد كده تتكون الخطوة التالتة. بعد كده الخطوة التالتة. تانية بعد كده الخطوة التالتة. السؤال. كل خطوة. الاولى. بعد كده التانية. بعد كده الثالثة. طب يا مستر السؤال دلوقتي بقى. ليه الدم ما يتجلطش جوه جسم الانساء? صح صح كده معنا وانت تفهم. لأ سيب المزامة خالص وبص على البورد بعد قسم. قال لك عشان عندنا سببية. اول سبب ان البلاد جماعة ماشي. يعني يا مستر نورمالي. يعني البلاد ماشي جوه جسمك يا جماعة بثلاسة. اللهم الا لو حصلت حالة واحدة بس. هشرحها لك بالتفصيلة هي. ودي احنا بناخدها من حياتنا العامة. كان عندي اجزامبل فور في منه نوعين يسفل وهارمو فولد. حد يعرف يا جماعة اللي في منه دهون مشتققة اه. اللي في منه حاجة مفيدة وحاجة ضرة. الكوليسترول يا جماعة في منه نوعين. فيه كوليسترول مفيد وكوليسترول. دار. انا هتكلم على النوع. المفيد ولا الدار. الدار. انت لما تروح تعمل بعد الشر تحاليل. من ضمن التحاليل اللي بتبقى مطلوبة منك يقولك اعمل لي الكوليسترول المفيد والدار. طب الدار ده يا مستر بيعمل ايه? قالك الدارة جماعة بيعمل لينك ايه? بيلزق في البلود فيزل فروم انسايت. يعني بيلزق في البلود فيزل من جوه. هو مين اللي بيبقى ماشي يا جماعة الخط الاحمر اللي انا عمله ده? مين اللي بيماشي هنا? ها? البلود اللي هو بالبلد دي كده. ممر الدم. الممر اللي امن للدم. طب حضرتك دي الكوليسترول بتعمل ايه? حضرتك عمال تتحن في اكل من الشارع. الاكل الشارع ده? بتزيع على بصندويتش شاورمة على مش عارف ايه? والكلام ده بيحصل مع احترام الكامل ليك? انا بتكلم عن الريت بتاعك كل يوم. انا ببتكلمش انا عميستر عمر انا نفسي باكل برضو زيكم. بس الريت قليل مرة في الاسبوع مرتين في الاسبوع. لكن في ناس كل يوم. مام انا عندي النهار ده دروس هاتي اكل سندويتش. ما تفرحش بالموضوع ده. اه مستر عمر حيتحول بقى لابو يا امي اللي اعدللي في البيت يا ابني كل من اكل البيت لأكل الصح. بص كده حضرتك. لا يا حبي. لا يا حبي. حضرتك الكولسترول بيجي عن طريق الدهون اللي هي جماعة. يعني كمية زيود مهدرجة بالزيادة. بمعنى ان انت في البيت ماما لما بتجي تشتري بتشتري الزيت النظيف. كريستال. عباد الشمس مش عارف ايه. اه صاني بتشتري زيت نظيف. المحلات اللي برا دي ايا كان المحل واغلاهم يجيب لك الزيت من بتوع مين. عارف اللي هو ركزي معي يا ستة الكل. كله زيت بتين وتلاتين جنيه. ركزي معي يا ستة الكل. هو ده بياخد ده هو. ماشي. حسن بيفكر في الاتين وتلاتين جنيه مش في الزيت وعيش والبوليس والكلام ده ما توقعناش في ده ها? ركز ها? حضرتك يا جماعة طبعا الكوليسترول ده حضرتك بيبقى من كمية الدهون المستخدمة في الاكل ده. فيبدأ يزيد بالبلد كده الكوليسترول جوه الاماكن دي. مين شاطر يقول لي سرعة الدم هتبقى اسرع والله ابطأ? ابطأ بالبلد كده وانت ماشي عملت يا بالمطباط زي ما قال الاستاذ ايه? يوسف. ده المطباط حبة بحبة من كتر اكلك بتزيد ولا بتقلم? بتزيد. لدرجة ان مرور الدم يا جماعة ممكن يوصل لمرحلة وايه اللي يحصل له? بمعنى ان الدم ييجي هنا ويقف. لو وقف الدم في جزء جزء من الثانية في مكان يعني حركته استطبط. فيش كمية جازز جوه جسمك. اير. في بلاد كلوتنج فاكتور. بالبلد كده جماعة الجسم حيفكر ان المكان ده في فتحة هي اللي بتطلع الدم البرة. فحيعمل اللي هي جلطة ايه? داخلية. جوه الجسم. طب يا مستر ودي تتحل ازاي? تعال نعرف حاجة اسمها? ايه? حاجة اسمها? سي دي اس. سي فور كلوتنج. دي فور ديزولفنج. اس سبستانس. حد يعرف ايه اللي اختصار? يعني مواد ايه? مزيبة للجلطة. تلاقي الشخص اللي عنده جلطة يقولك بسرعة جرع على المستشفى وخد حقنة. ايه اللي حقنة دي? دي عبارة عن مواد الدو بالجلطة. طب المواد دي عرفوها منين? ان انت عندك جوه جسمك من الليفر اللي هو العضو اللي قدامك ده. بيعمل مادة جماعة اسمها هبارين. ايه ده يا مستر? مادة الهبارين. ايه المادة دي جماعة? ركز بقى كده? مادة الهبارين دي جماعة بتمنع تحويل البرو سرومبن لسرومبن. مين شطور يفكرني يا جماعة? هي البرو سرومبن لسرومبن دي بتحصل فقانو خطوة. الاولى ولا التانية ولا التالتة. طبعا نرجع كده? الخطوة الكام التانية قال له. يعني حضرتك يا جماعة الهبارين ده موجود في الخطوة اللي انا هشاورق عليها دي. هنا هو. بيمنع تحويل البرو سرومبن لسرومبن. حد يعرف هو لو البرو سرومبن لسرومبن ما تحولش. الخطوة التالتة هتم ولا مش هتم? مش هتم. فمش هتتكون مادة مين? الفبريل. فالجلطة جماعة اللي موجودة دي هتتفك. طب يا مستر لو الجلطة اللي موجودة دي هتتفك. يبقى انت كده بدأت تحل النقطة الاوانية. ايه هي النقطة? ان الشخص ده كمان هتديله شوية حاجات تقلل كمية الدهون زائد ان انت تقول له بطل اكل كزا وكزا وكزا. عشان كده جماعة اللي بيبقى طالع من جلطة ده هل بيأكل زينا? طبعا لا. ده بيأكل اكل مسلوق وصحي ولسنع صفور. اكل غير الاكل اللي انت بتاكله خالص. ممنوع المسبك اكل عينين. هو مش عينين. ده ده الاكل الصح. ده المفوض الاكل الناس السلام. بمعنى ان انت بقى بتبدأ جماعة تقول باي باي للحاجات اللي في النص دي. مين شاطر الشخص ده يوم عن يوم. ايه اللي هيحصل صحته? هترجع تاني زي الاول. هيحس بانت عاشة. ليه? الدم هيبدأ يتحرك. ينقل الجازز. ينقل المواد اللي هي فيبدأ يحرق الطاقة تزيد. فيبقى شخص تاني خالص. فاهمنا يا شباب? حاجة صعبة كده? فضل يا يوسف. اه. ماشي بس انت الدم مما تجلط جوه او وقف جوه ربك الجسم. ماشي ما انت بقى ربكت الجسم. عارف يعني ايه ربكت الجسم? عملت حالة خارجية بس داخل الجسم. فجسم المناعي يدى يقفل. يلا جمعان حل لو سمحتم قل test yourself اللي قدام حضرتك. وزع الملازم كده براحة. عد في الاولاين يحل معانا. which of the following is expected to the be reason for hemophilia. blood liquidity يعني سيولة الدم. حد يعرف يعني سيولة الدم? يعني ما فيش stop of the blood bleeding. اللي هو بالبلد حد انجرح. وده طبعا بيبقى كارثة في لحظة العمليات. اتنينة جماعة عشان ناخد قرار العملية. شوف احنا بناخده كدكتور دلوقتي بقى. لو حضرتك ان شاء الله دكتور المستقبل. اصعب شخصين بتدي لهم قرار العملية. الشخص اللي عنده هيموفوليا سيولة الدم. والشخص اللي عنده سكر. لان الشخصين دولت بعد الشر يا جماعة. فكرة البلوت كلوتنج فيهم صعبة. في ناس كتبت ايه حلت. با دي. تمام. اللي حل يا جماعة حل صح. اللي هو حضرتك. مين في دولة السبب الهيموفاليا? رقم واحد الكالسيوم لو زاد. وحش ولا حل? لمعلوماتك لحد الوقت في سينير تو حل. الليفل اف كي. حلو ولا وحش? حلو. هيديني مادة البروسرين بين مع ايه? مع الليفر. البلوت بلاتلتز. وحش ولا حلو? حلو انها تزيد. يبقى الاخيرة. يلا جماعة. يعني انا بعمل. دلوقتي انا موجود جوه. حضرتك جوه معمل تحاليل. دلوقتي ما شاء الله انت بتاخد كل شوية عينة دم من شخص. لازم تبطن الانبوبة او تضيف عليه مادة ايه عشان تمنع? تفضل يا باشا. دي الهيبارين. ليه يا مستر? لان انت لو خدت الانبوبة دي وماشي بيها قبل ما توصل للجهاز الدم بإيه اللي هيحصله? هيتجلط. فطبعا مش هيتقدر انت كشخص ان انت تحصل على ايه جماعة? على عينة? تحلل بيها الدم? طب صح صح كده معنا. النقطة اللي جاية. الفانكشن اوف دا بلاد. الله اكبر. ايه مستر? الفانكشن اوف دا بلاد دي? اهمية الدم. طبعا اهمية الدم. اهمية الدم من الكمبونانس بتاعته. من مكوناته. ازاي مستر اهمية الدم من مكوناته? تعالا نعد كده. اول اهمية اسمها ترانسبورتيشن. هو الدم بينقل ايه? اوكسجن وكاربون في الريد بلاد سيل صح? وبينقل تاني. الفود والوستس في ميقل. في البلازمة. يبقى انت عندك ترانسبورتيشن. اهو. ممكن ترانسبورتيشن. حد يعرف بروتيكشن ليه? اللي هو الحماية. عندك الحماية في اكتر من حاجة. كله معادة الريد بلاد سيل. ان حضرتك البلازمة بتحميك جسمك ازاي? فيها فيبرونجن. فيها كالسيل. بيشاركه في البلود كلوتين. عندك الويت بلود سيل بتجري ولا المايكروب. عندك البلود بلاترس بتقفل المكان. لكن الريد بلود سيل ما لهاش علاقة بالحماية. يبقى بروتيكشن. ريجوليشن. ريجوليشن التنظيم. بينظم درجة حرط الجسم. بينظم كمية المية. اللي هو جماعة لو بعد الشر درجة حرط جسمك زادت انت واقف في الشمس. يبدأ الجسم يعرق. فيطلع عن المية. المية دي بتيجي في اتنين من البلود. فالبلود يبدأ يحسك ان انت عرشان. فتشرب مية وهكذا. مع بعض. اهو. تلات نقط كبار خالص. هتلاقيهم عند حضرتك. ترانسبورتيشن. اللي هو بينقل المواد دي اللي كانت في البلازمة. والجاز اللي في الريد بلود سيل. بيرتب او ينظم عملية الميتابوليزم اللي كانت عندك فيه سينير وان اللي هي الانابوليزم والكاتابوليزم. وبيحافظ على جماعة بتاعت جسمك سيرتي سيفن وقلنا ازاي. بيعمل حاجة اسمها هيميوستاسيز وقلناها قبل كده. اللي هو الاتزان الداخلي. فاكرين علاقة الهرمون كجلوكاشون وانسولين بجسمك. حضرتك لو كلت. الاكل هيزود نسبة السكر. يجيلك كومة فتموت. بس جسمك البنكرياس يفرز الانسولين. فيقلل نسبة الجلوكوز. فيبدأ الجسم يتعدل تاني. لعبت كورة. الجلوكوز قل. فالجلوكاجون يخلي الليفر يطلع الجريكوجين يحوله الجلوكوز. الخطوة الاخيرة البروتكشن وقلناها بقى عندك حاجتين. الوايت بلود سيل والبلود بليدين ستوبينج اللي هي الكلوتينج اللي احنا قلناها النهاردة. اخر نقطة في الحصة. البلود بريجر. عندنا جماعة نوعين من البلود بريجر. اعلى رقم في الضغط بتسمعه هو. وان هندرد تويني واقل رقم ايتي. تمانين. اللي هو تمانين مية عشرين. السؤال بس قبل ما نبدأ. هل الرقم ده ثابت? ده مرتبط بدرجة الحرارة. يعني لو حضرتك رحت للمنطقة العربية هناك بيبقوا شغالين مية وتلاتين مية تقريبا. يعني ضغط المنطقة هناك عشان حرارة مرتفعة. فضغط الدم بيبقى اسرع وبيبقى اعلى بيبقى ده. لو رحت بلاد بقى جماعة بردة زي اليو كي مسلا. الضغط برضو بيبقى كده? طبعا لا بيبقى مية وستين مية ستين. الضغط اقل. ايه? عشان مصر درجة حرارتنا معتدلة. فالضغط معتدل ده الرقم بتاعنا المتفقين عليه. في مصر بس اه. فهمت? يبقى كل بلد على حسب تأثير الحرارة بيختلف. عشان كده حتى تلاقي الدكتور لما يلاقيك مية وتلاتين تسعين ما تزعلش. ده عادي. ممكن حرارة الجو اللي قصرت. ممكن كمية الاكل اللي في جسمك هي اللي قصرت. ممكن درجة حرار جسمك نفسه هي اللي قصرت. تفضل? لا بس مش في اللحظة اللي انا داخل فيها يعني. لا مش لحظة لي يعني ده الكلام ده بيبقى يوم كامل. اه يوم كامل يومين اسبوع كده يعني. فحضرتك عندك صوتين. اخدناهم قبل كده حد فاكرهم كانوا ايه وايه? لب دب. تمام? الصوتين ده اللي هو وقت اللي هو الرقم اللي ايه جماعة? اللي هو الصغير اللي هو اللي هو التمانين. طب حضرتك ركز كده? المية عشرين تمانين دي انت بيبقى جنبيها مليميتر ميركري. اش معنى الميركري? لو روحت جماعة تسأل انا عندي جهاز في البيت. اول ما جبته. كله قال لك ايه ده? كل زمالي الدكاتر. ايه ده? اللي هو الجهاز الديشتال عارفينه? جهاز كده جماعة موجود في بعض الصيدليات يروح بيركب لك ومتك على زرار كده ومديك رقم. يقول لك ده صح ولا غلط? غلط. بس يقول لك ساعدك مؤقتا. لكن الجهاز السليم اللي انت بتلاقيه في المستشفيات او معظم الصيدليات اللي هو ده يا مستر ده عبارة عن جهاز الضغط الزقبقي. اللي هو حضرتك بتلاقي الدكتور عمل ايه? وصل بدراعك. عبارة عن حية كده وقفلها. وبدأ ينفخ كده بالهوى. اللي بيحصل? بيبدأ يوصل السماعة. لانه لازم يسمع صوتين. حد فاكر اللي هم ايه وايه? لب اللي هو الصوت العالي. يروح باصل ساعتها في مين? في الارقام اللي قدامه. طبعا دي لازم تتدرب عليها عشان تفهمه. بمعنى انا مستر عمر ما عرفش يحصل. فعشان كده بابقى قاعد واقف زي زي حضرتك. ايه الارقام الميركري طالع نازل. وبعك ايقولك ضغطك مصبوط. اي وما مش فاهم. انت عرفت منين? هو عرف يا جماعة بسمعه. لازم يسمع. ما ينفعش يا جماعة يعرف بتاع الميركري جوة تيوب لغير ما يستخدم السماعة. حضرتك من غير السماعة يبقى بيضحك عليك. يعني لازم يبقى حاطة السماعة. وحاطة الايه السماعة تحت الايه الكويتش اللي لبزقها دي. فيبدأ يبص في الرقمين. فيبدأ يديك في الاخر الرقمين اللي احنا قلنا عليهم. هاي اند لو. وعلى حسب طبعا الرقمين قلنا جماعة اللي السيستيلك والديستيلك عن طريق سماع الهاردبيت. حضرتك بتقدر بقى تروح للدكتور وتبدأ تتعالج. طبعا انت عارف احنا شرحنا قبل كده التحاليل. ان التحاليل بيديك رؤية معينة للدكتور. ما ينفعش الدكتور يشتغل من دماغه. كان ايام زمان. طبعا احنا قلنا الدكاترة على حسب. على حسب حضرتك بينك وبالربنا. في بعض الدكاترة يهلوك ايه? يهلكوك كده يقولك ايه? روح اعمالي التحاليل الفنانية عشان يكسبه. بس في دكاترة فعلا بمحتاجين التحاليل معينة عشان انت تعبان او ايه? عايز حاجة معينة. لان الرقم ده مؤشر. على حسب العلاج اللي انا حدهولك. لان طبعا اي لعبة في الضغط ده جماعة المنطقة دي بتبقى مميتة. يعني ايه مميتة? لان لو اديتك انت علاجك ضغطك عالي و اديتك علاجي ايه? عالي الضغط اكتر. ايه اللي هيعصلك? مع اول برشامة مع السلام. لو انت ضغطك واطي و اديتك علاج يواطي الضغط مع اول برشامة مع السلام. عشان كده تلاقي حتى اللي بيدور على دكتور في المكان ده? بتلاقي بيسأل مرة و اتنين و تلاتة و عشرة. بيبقى خوفا يعني. اه صح صح كده جماعة? تعال نحل مع بعض لو سمحت. طبعا فيه نوت احنا كده عدناها هو اللي هي مع كبر السن. ان الناس الكبار بيبقى عندهم الضغط اعلى. لان القلب بيبقى حاولة جماعة عماله يتحرك اسرع. لان جسمك بيبقى محتاج كمية انرجي مع ضعف الجسم. number اه two. there are some digital devices اللي انا قلت عليه. to measure the blood pressure. but they are not accurate like the mercury. اللي احنا قلنا جماعة كفائتهم زي الميركريك. تعال لك يا جماعة من يحل معانا. the lowest value of the blood pressure in the human on? هيبقى? ايه? فكر هو امتى ال ventricle تعمل relax? امتى ال ventricle تعمل relax? هتبقى الايه? contraction contracting left atrium? الاتريم لا. هو الدم جاي من برا. الاجابة c. لما لما ال two دولت يا جماعة. the lowest value of blood pressure. اقل ضغط للدم. لا. على فكرة. اللي اتنين دولت. اللي اتنين دولت ثانية واحدة دولت. دولت وقت ما ال contraction بتاع ال ventricle. صح? ده بيبقى اعلى ضغط. يبقى انت الاجابة يا اما ايه يا اما بيه? contracting lift atrium او relaxation هي contracting. لانه لما هيحصل contract اللي فوق اللي تحت اللي بيحصل له? relaxation. يوسف صح صح? بالله عليك بص على الرسم دي عشان دي جات في امتحان قبل كده. بس ايام ما كان الامتحان على التاب. الاول انت حتجيبها جماعة على الصور المختلفة تشيلها الامين. ايه? وصين. حد يعرف الصغيرين دول اسمهم ايه? اتريم ولا ventricle? اتريم. واللي تحت دولت ventricle. فحضرتك اللي فوق دولت مفتوحين صح? يبقى الدم رايح من اللي فين? من برا الجوة. طب هنا دول مقفولين ودول مفتوحين. يبقى الدم حيخرج برا الجسم. حيخرج برا الهارت. ده برا الهارت. ده جاي للهارت. فبيقول لحضرتك مين في دولت? زي بقابر نمبر. اللي هو الرقم العالي. اللي هو مين? دي. افتح الهومور كشباب. افتح الهومور كبيج؟ الهومور كبيج؟ كم? 90. للي علينا البلاد صح? نحللنا البلاد ولا ما حللوهوش? هنحل البلاد. تمام? نبدأ بالترتيب. اه? بيقول لك ماي بي بريزن ديزولفد انزا بلاد بلازما. هتبقى? اول واحدة. تمام? لان التلاتة التانيين هيلغيهم الجازز. لان الجازز مرتبطة بالريد بلاد سل. يلا يا زعيطر. هيبقى انتو اوكسي. هيبقى التولانج. لان التولانج هي اللي بتحول الهيموجلوبن لأوكسي هموجلوبن عشان يتحد مع الاوكسيين جازي. يبقى انا بقى بنظف الدم. نومبر سري. تفضل يا يوسف. اه ملهاش علاقة بالاوميونيزيشن رول. هنسألنا النهاردة. دي فيها فيبرونجين وكالسيا. وفيتامين كي. دي هي اللي بتقفل. دي اللي بتحمي ان هي بتقفل. وقت حدوث الجلطة الدموية. تفضل يا استاذ يحيى. يعني تليف الكبد. تليف الكبد يبقى الكبد مش هيبدأ يحول لك البروتين يبقى هيعمل. والكلام ده السؤال ده كمان محتاج ان انت تكون مكمل المنهج للاخر. للأسف يعني. نومبر فايف. تفضل حداد. ايه? ده السؤال السادس. تفضل يا استاذ حسن. بي. بيقول لك. اقل من النورمال. اه الريت اوف كواجيليشن يعني هيقل. ده اللي حيتأثر. اه تمام. طيب شباب انا عايز من حضراتكم. حسنة بتاعت النهاردة. حسنة بتاعت المرة اللي جاية. اهل لي لو سمحت. بنك المعرفة ونتنقش مع بعض. بنك المعرفة ونتنقش مع بعض. بعد اذنكم. تعال يا بقول. نومبر فور. هو تلايه في الكاب يعني مش هيتكون الفيتامين كين. والسرومبيين. يبقى مش هيحصل بلوت كولوتين. بلوت كولوتين. يبقى هيحصل بلوت يبقى هيحصل بلوتين.